احيانا ربنا بيحطنا في مواقف او ظروف صعبة بنكون وقتها مش عارفين او فاهمين هي ليه بتحصل لنا ولكن مع مرور الوقت بنفهم ونكتشف حكمة ربنا من المواقف ده ولانه بيكون ليه اثر كبير جدا على حياتنا وكمان مستقبلنا وده بالزبط اللي حصل مع ضفتنا اللي منوارانا النهاردة في الستوديو واللي ليها قصة جميلة جدا مع لغة الاشارة خليتها واحدة من اهم صناعة المحتوى في المجال ده ونوارنا النهاردة الاستاذة سارة الجهاري صناعة محتوى عن لغة الاشارة ازايك يا سارة؟ ازايك عامل ايه؟ الحمد لله ايه الاخبار الحمد لله تمام انا مبسوطة بيكي النهاردة وعارفة ان احنا اتفقنا ان الحلقة كلها هتمشي بان انت بتعملي لغة الاشارة وبنتكلم مع بعض مظبوط طيب انا اول حاجة عايزة اعرفها هي ايه قصتك مع لغة الاشارة؟ قصتي مع لغة الاشارة هي مش قصة لان انا لغة الاشارة دي كانت اساس لغتي من انا صغيرة لان انا والدي الله يرحمه وولدتي صم فانا تعلمت منهم لغة الاشارة فكان في ناس كتير فاكرة ان ده ان انا تعلمت في مكان او اي حاجة بس لأ دي كانت اللغة الاساسية من اهلي الاول اللي نشأت منها وبعد كده اتطورتها اكتر واكتر طيب انت اخواتك وعائلت كلها بيعرفوا لغة الاشارة؟ انا عندي اخواتي تلاتة اتنين اكبر مني وواحدة اصغر مني انا عندي الاتنين الكبار ما يعرفوش قوي لغة الاشارة علشان لازم لغة الاشارة يبقوا مع الاهل باستمرار فعشان انا واختي الاصغر باستمرار مع ماما وبابا فعلى طول معاهم فعارفين لغة الاشارة فهي لازم تبقى باستمرارية ولازم تبقي مع شخص عارف لغة الاشارة طيب لما انت ابتديتي على السوشيال ميديا كنت متوقعة ردود الافعال دي؟ لا انا كنت عادي واحدة صغيرة عندي كان عندي 15 سنة ولا 16 سنة وطلعت على السوشيال ميديا فيديو عادي جدا لتحيا مصر كان هدفه ان كان فيه مسرحية او المسرحية تتعامل للصم فساعتها حطيت الفيديو ده على اساس انه هو خاص بالمسرحية وخلاصي يعني ونايمي يا سارة وصحي وتبقي تمام وتروحي الامتحان انا صحيت لقيت الجيش المصري ولقيت الوزارة وكل الناس بتكلمني انت ازاي ترجمتي حاجة خاصة بمصر للناس الصم وان هما منبهرين بيها جدا طب ايه اللي حصل؟ انا عايزة اعرف هما فعلا لغة الاشارة هي لغتهم هي لغتهم؟ انت عملت ايه؟ انا غيرت بس افكار ومعتقدات الاشخاص اللي بتسمع وبتتكلم شوية مش اكتر لكن الصم كانوا شايفين الموضوع يعني ايه بترجمي حاجة خاصة بمصر يعني هما ما يعرفوش النشيد بتاع مصر فيعني انت بتقولي تحيا مصر يعني انت وصلت لنا حاجات احنا ما كناش عارفينها وكمان حتى الناطقين كانوا فاكرين ان لغة الاشارة دي لغة اشخاص عادي صم خاصة بيهم وفي حياتهم هما بس لأ هي لغة اشارة عامة جدا لازم كل الناس تبقى عرفاها علشان يعرفوا يتواصلوا مع بعض طيب بس هي بتاخد وقت قدقيل الانسان ان هو يتعلمها لو هنتكلم عن ان انا عاوزة اتعلم لغة الاشارة اساسي وتبقى كاملة بتاخد ثلاث شهور ان انا اتعلمها في ثلاث شهور لان هي ثلاث مستويات فانا بتعلمها في ثلاث شهور ولو عاوزة اتعلم اساسيات ممكن اسبوع بس نتعلم الاساسيات بتاعتها مش اكتر وهي بتبقى معبارة عن كلمات بلغة الاشارة وان الحروف دي بتبقى خاصة بس باسماء الاشخاص طيب انت بتقولي ان انت تعلمتي لغة الاشارة من نونسي صغيرة ايه اللي اثر فيك قبل وبعد لغة الاشارة كانت زمان بالنسبالي انا ما كنتش بحبها وكمان كنت انا بتكسف جدا ان انا بقى مع ماما ولا بابا ماشيين في الشارع وما بتتكلم بالاشارة وده اقول لها بس ما تتكلميش بالاشارة الناس بتتتكلم ده كان ايام زمان لما كنت صغيرة بس فعلا الناس وقتها كما بيتتتكلم الناس هو من زمان المجتمع كان زمان ما يعرفش يعني ايه يتعامل مع الشخص ايا كان هو اعاقته ايه ما يعرفش يتعامل معي فلما انا كنت صغيرة احنا كنا لسه المجتمع ما تطورش والحمد لله دلوقتي الرئيس عبد الفتاح السيسي دلوقتي عمل نموذج وعمل شغل كبير جدا للفئة دي سواء كان صم او ايا كانت الفئة عمل لهم حاجة تظهرهم في المجتمع والناس تشوفهم وتقولوا لأ الناس دي نقدر نتواصل معهم فانا كنت بتكسف جدا قبل جدا بس بعدين لما انا والدي الله يرحمه كان بسبب ان تعامل مع الدكاترة زمان الدكتور لما اتعامل مع شخص شخص اصم يتعامل مع الدكتور ما كانش بيفهم هو انت بتقول ايه بعد كده بقى انا اكتشفت ان لأ هو لازم انا كنت قبل كده بتكسف ان ماما تيجي معايا المدرسة وقول لها ما تجيش هنا تاني لأ انا دلوقتي بقول لأ تعالي معايا ودي امي وعلى فكرة دي حاجة كبيرة جدا في حياة لأ اللغة الاشارة خلتني عندي ثقاف نفسي خلتني اعرف ازاي اتعامل مع الناس خلتني انسانة عندي محتوى وعندي حاجة هدف انا موجودة في الحياة دي ليه انا ليا فيه رسالة لازم ان انا اوصلها فلغة الاشارة يعني حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي طبعا طيب قوليني يا سارة هي نقدر نقول عليها رموز ولا حركات لغة الاشارة لغة الاشارة الحروف بنستخدمها بس في الاسماء يعني مثلا انتي اسمك ريهام ريه ي ه ألف ميم دي الحروف بس يعني الاسم لكن لو كلمات لو انا عايز اقول انا بكرة رايح الشغل كلمات بتبقى ليها اشارة الحروف فقط هي اللي بتبقى لأسماء الاشخاص والحركات بتاعت الحروف بتكون على قد الحروف يعني بالضبط يعني حرف الريه هو الريه بالضبط وحرف الريه حركة واحدة لحركة واحدة بالضبط كل حرف وليه حركة واحدة طيب هل فعلا فيه زي ما بيقوله انواع كتيرة مثلا متين او تلتميت نوع من لغة الاشارة لغة الاشارة موجود منها تلتميت لغة اشارة حول العالم يعني احنا هنا في مصر لغة في السعودية لغة في الصين لغة في الهند لغة لا احنا ما اتفقناش على كده تتعلمي لغة الاشارة العربية في اه اوكي طيب السعودية عربي عربي بس انتي هنا في مصر تتعلمي اللي في مصر هنا اه اصدق العمي انتي عايزة اه عايزة تتعلمي بقى لغة الاشارة بقى العالمية يبقى دي حاجة تانية يعني أنا مثلاً أنا كسارة أعرف لغة الإشارة العربية هنا في مصر وأعرف كمان لغة الإشارة الخليجية يعني الخليج أقدر أتكلم معي بلغة الإشارة وده معناه أن أنت لازم تكوني بتفهمي خليجي صح؟ لازم أكون أنا متواصلة مع شخص أصلاً أصم خليجي ما هو اللي يعلمني أنا عشت برة أصلاً في الخليج عشان كده فتعلمت حتى كمان أعرف لغة الإنجليزية عشان برضو بتواصل بقع على سوشيال ميديا معصوم كتير قوي من دول مختلفة ودلوقتي بدأت شوية أتعلم اللغة الهندية بس الواحد بيحاولي طب سؤال أنت علشان تتعلمي لغة الإشارة بتاعة اللغات دي لازم تكون عندك اللغة أصلاً وأنت بتتكلمي؟ لازم في الأساس يبقى عندي اللغة بتاعتي بس هقولك على حاجة لا أقصد اللغة الإنجليزية لو مثلاً أنت مشارك طبعاً إزاي هنفهم؟ أنا معرفش أتكلم هندي أنا مليش دعوة أنا ليا دعوة أن أنا بتكلم مع شخص أصم هندي بيكلم معي في موضوع أنا بفهمك بنعرف نتكلم مع بعض في همزة وصل أنه هو بيحاول معي باللغة بتاعتي واللغة بتاعته ونوصلها ونوصل للنقطة اللي إحنا عايزين نفهمها مع بعض فأنتي مشار تكوني بكلمي اللغة؟ لا خالص حتى كمان يعني الإنجليزية مشاركة أكون أنا عرفها كامل يعني أنا أعرف بعض الكلمات الفرنساوي فرنساوي أعرف بعض الكلمات الألماني لأن بتواصل مع الفئات دي فأقدر أن أنا أتأخذ منهم شوية كلمات يعني طيب تفتكلي لو حد عايز يتعلم لغة الإشارة هو ممكن يتعلمها من خلال فيديوهات ولا لازم ياخد كورس؟ لو شخص شايف أن لغة الإشارة مش هتبقى أساسي يعني لو مثلا مش دكتور أو مثلا شغله أو الحياة بتاعته مش عايزان هو لازم يمشي في طريق نوعية تعلم لغة الإشارة ممكن يشوف الفيديوهات على السوشيال ميديا دلوقتي بقت موجودة كتير قوي على الفيسبوك على استجرام في كل مكان وعلى اليوتيوب يقدر يشوف ويتعلم بس الأساسيات أتعلم اللغة عشان أكون مثلا مترجم أو أن أنا دكتور وأقدر أتفاهم مع المريض إزاي يبقى لازم أتعلم لغة الإشارة اللي هي بتبقى مدتها ثلاث شهور أو خمس شهور تفتكلي إيه المهن المفروض فيها غير الدكتور طبعا يكون متعلم لغة الإشارة؟ لازم يكون كل المصالح الحكومية علشان دي مهمة جدا للأشخاص الصم إن هما بيعانوا قوي لما بيروحوا وما بيعرفوش يتواصلوا خالص مع الموظفين وكمان يكون في الوزارات ويكون في كل مكان المستشفيات كمان وحتى كمان اللقسام حتى كمان المرور في كل مكان هو لازم لازم كل مكان في البلد يكون في الأشخاص دي متعلمة لغة الإشارة مش شرط يكون المترجم موجود بس الموظفين إن هما يتعلموا أساسيات المهنة اللي هو فيها بس كده دي دي واجب عليه ترجمة الأغاني بلغة الإشارة صعبة؟ لا سهلة جدا ده هي اللي خففت وهي اللي كانت سهلة جدا إن هي توصل للناس أنا عاوز أقول إيه؟ يعني أنا لما أطلع على السوشيال ميديا وأقول اتعلموا لغة الإشارة حد هيبصلي حدش هيبصلي فأنا بمعنى بسيط أنا لعبت على إن الناس بتحب المعلومة توصل لهم بسلاسة وتبقى سهلة وخفيفة ومريحة جدا فقلت طب أنا هوصلها لك بمثلا دبلاجة كارتون مثلا أغاني وكمان أنا الأغاني اللي بترجمها هي مش بتوصل للصم إن هي أغاني دي بتوصل لهم إن هي مثلا زي شاعر مكتوب قصة بتتحكي وكمان بتبقى بختار الأغاني اللي هي هدفة ليها معيني بتتكلم عن الحياة أو بتتكلم عموما أو الأنشيد أو الحاجات بتاعات الأطفال أو حاجة فيها توعية دي هي اللي فعلا بتوصل لهم أكتر بس أنا كان هدفي الأساسي إن أنا أوصلها للمتكلمين علشان تعالوا شوفوا اللغة دي اللغة دي سهلة جدا وسهل إن أنتوا تعلموها الحمد لله ملايين من الناس مش هقول لك أولوفات لا ده فيه ملايين من الناس بيتعلموها سواء هنا في مصر أو في أي دولة تانية دلوقتي بقوا كتير بس على فكرة يا سورة أنت بتقولي حدش بيركز ده يعني أنا مثلا من وقت صغيرة أنا بالنسبة لي الموضوع ده مبهر يعني أنا كنت دايما بحب أعطى تفرج على الترجمة بتاعة الإشارات الشاشة أيوة وإحنا صغيرين أنت عارفة الشاشة الصغيرة دي علشان أحاول القصة كلمة كده أقول أوه دي معناها دي دي فهم أي بالعكس دي حاجة الواحد دايما بيحب تفرج علي الأطفال هم اللي بيركزوا في ده لكن لما إحنا ككبار لنا في حياتنا بقى مسؤوليات وشغل ودنيا فأنا هركز مع إيمة أنا بشوفهم على طول يعني عادي يعني بس فعلا هي الأطفال هم اللي بيركزوا فيها أكثر صح طيب أنت قلتيني أن أنت ترجمتي أغنية تحيا مصر وطبعا حصل يعني دوشة كبيرة جدا حلوة على السوشيال ميديا كان لها كواليس آه الحمد لله الكوات المسلحة دعموا الفريق كله هي كانت مصرحية كانت أول مصرحية للصم تتعامل وما كنا عاوزين نوصل للناس تعالوا شوفوا المصرحية وعايزين نوصل حتى للوزراء ونوصل لكل مكان أن فيه مصرحية معمولة للصم فالحمد لله هم قالوا لي سارة ما تطلعي تعملي الفيديو يعني أنت يعني قلت لهم فيديو تحيا مصر وفي الإشارة دي كانت أومرة في حياتي قلت لهم إيه ده لا طبعا يعني هي الناس هتقول ده موضوع مش أساسي يعني أنا قالوا لي تجربي المخرج قال لي لا 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 يلا عملي لما عملت الفيديو وزي ما قلت لك في الأول أنا نمت وصحيت لقيت الفيديو واصل بقى ل 13 مليون ولقيت الدنيا مقلوبة وهي فين سارة دي وهتولي سارة أنا قلت فيه أنا عملت إيه أنا رايح امتحاني أنا أروح الامتحان ولا أعمل إيه فالحمد لله أن الفيديو ده خلى أن المصرحية دي يدعمها وزارة الخارجية وكمان وزارة الداخلية وحضروها كمان على فكرة المصرحية وشافوها بسبب الفيديو ده عزيني عرفوا يعني إيه مصرحية للصم يعني إيه عملوا تحية مصر ودعموا الأغنية دي وخدوها كمان وانتنشرت طبعا على التلفزيون وعملوها فريق الصم وانا كنت مستقل جدا أن هم وصلوا للحاجة اللي هم كانوا في صوم فيها وإحنا والله مستقلين بك كمان يا سارة إيه هي أهم المواصفات اللي لازم تكون موجودة في مترجم لغة الإشارة؟ مش شرط أن هو يكون شخص بعيدا عن هو يكون شخص قائد أو أن هو يكون عنده ثقة بس لازم هو يكون عنده أمانة ودي أمانة كبيرة جدا زي ما أنا ببقى وقفة وبحلف اليمين وبقولي اليمين أن أنا هكون مسؤولة عن المكان ده وهساعد وهدعم وهعمل كل حاجة وهطور لازم المترجم يكون عنده أمانة أن هو بيوصل بيترجم بلغة الإشارة أصمي بيقول موضوع لازم يوصل بالإشارة بالضبط الكلام اللي بيتقاله والعكس عشان دي أمانة وهيحاسب عليها ولازم يكون أن هو رحيم وعنده صبر وأن هو يحاول أن هو يسعى أن هو يساعدهم ويدعمهم ويتور منهم كمان إيه الصعوبات اللي ممكن تكون بتواجه مترجم لغة الإشارة؟ هو صعوبات المترجم لغة الإشارة مش كبيرة قوي على قد ما هي كبيرة عند الشخص الأصم إحنا بنحاول أن إحنا نبقى مترجمين لغة إشارة كتير قوي علشان لما يبقوا عايزين حد مترجم في أي مكان على طول يلاقينا بس هي المشكلة اللي هي بتبقى الوحيدة اللي بتواجه الشخص المترجم أن هو ملهوش مثلا نقابة أو لجنة تبقى رقيبة عليه هل ده مترجم فعلا شاطر أنه هو يشتغل مترجم ويساعد ولا هو مش مترجم كويس هل لو فيه أي حاجة جهات معينة محتاجة مترجم تلجأ على طول اللجنة دي ما يبقاش يعودوا يدوروا أنا عايزة مترجم هنا وهنا فمهم جدا أن يكون المترجمين لغة الإشارة ليهم نقابة أو لجنة علشان هم قبل ما هم يكونوا مشغالين مترجمين هم بيساعدوا فئة محتاجة في المجتمع ده يكون ليهم مترجم يتواصل معهم موظبوط صار أنا عبسوطة قوي أنت كنت معايا النهاردة وأنا كمان تاني كده أنا كمان وأنا كمان دي سهلة دي سهلة قوي وأنت حلوة وجميلة لأن كمان أنت بشوشة شكرا جدا وطريقتك وينسي بتتكلمي حتى وينسي بتعملي لغة الإشارة بتخلي الواحد زي بعايزة تفرج عرفها أو عايزة تعلم إن شاء الله باي باي